ولك البارجات والقوات وتنزل بريطانيا وتنزل فرنسا وتنزل أرجو أن لا يفهم يعني انزعاجي من هذا الموضوع بصورة أخرى أنا منسعج من هذا الموضوع لسبب صغير لأنهم هذه البيانات والخطب ما تأثر على الداخل العراقي يعني مثل الأمن شنو اللي ممكن أن يسوي يرجع يفرض علينا حصار ونخلط لتحت المادة كذا والمادة كذا ونرجع هذا أكثر ما ممكن أن يسوي يعني تتوقعين رح تنزل قوات من التحالف الدولي من أجل أن تضبط الأمن والنظام داخل العراق هذه مستحيلة هذول لديهم إحنا نسميه بالعراقي خلق طويل إحنا داعش وصلت على تخون بغداد في وقته ومن يطلبون من أوباما يقول والله خل ندرس الوضع ونقيم الوضع يا أخي بغداد رح تسقط شي تقيم وضع شي تقيم هذه لذلك أنا لماذا لو أعول عليهم نعم مجتمع الدولي رأيه مهم لكن هل سيستمع الجميع إلى المجتمع الدولي لا لأنه يعلمون جيدا بأن المجتمع الدولي يعاقب حكومات يعاقب دولة كدولة عراقية لكن يعاقب الإطار يعاقب التيار ما إلى أي سلطة عليهم ما إلى أي سلطة وتذكرون كم مرة بالولايات المتحدة خلوا أسماء معينة تحت طائرة الأرهاب والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة هذا كله هواء في شبك حتى هم الأناس اللي انحزت أموالهم كانوا يمزحون يعني فلذلك أنا من هذا الموضوع نعم مؤثر هذا الموضوع مؤثر جدا لكن هذا يذهب إلى عقوبات على الدولة العراقية ليس عقوبات أما تسأليني يعني هل تقولين بأنه نعم هناك قوات بالآلاف ستدخل لتضبط الأمن هذه ما رح يعملوها ما رح يعملوها طيب أما من يتخيل غير ذلك فهذا واهم صعب جدا عليهم هم تورطوا بالعراق هم أصلا فرحانين خلصوا من العراق فشون تتوقع يجيبوا لك البارجات والقوات وتنزل بريطانيا وتنزل فرنسا وتنزل هذا موضوع طويل طويل الأخ العزيز